أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في إثبات الأمر بين الأمرين ونافي الجابر والتفويض فلا جبر ولا تفويض وإنما هو أمر بين الأمرين المفوضة يقولون إنه لا قضاء ولا قدر ولا مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد معنى أن الله لم يقضي ولم يقدر ولم يشأ ولم يرد أفعالهم فبذلك عزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه ومآل هذا الكلام إلى الشرك وأما المجبرة فهؤلاء يقولون إن كل أفعال العباد من الله سبحانه وتعالى إرادة حتمية أرادها فهذه الأفعال تقع من العباد من غير إرادة منهم وهذا الجابر وكلام باطل لأنه يستلزم الظلم في عقاب العصات إذا العاصي مجبور على عصيانه فلا معنى لعقابه وإنما هو أمر بين الأمرين يعني هناك قضاء وقدر ومشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد لكن من غير أن يكون ذلك سببا لجبرهم وهذه الأحاديث التي نتلوها في هذا الباب المبارك من الكافي الشريف لإيضاح معنى الأمر بين الأمرين الحديث الخامس من هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يقول إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله هذا الحديث الشريف رغم اختصاره من حيث الألفاظ لكن يستجمع علوم جمة من مسائل التوحيد أولا بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى الله أمر العباد ونهاهم هل أمرهم ونهاهم ليعلم هذا إذا كان المقصود المعنى الحقيقي معنى ذلك الجهل ثم العلم وهذا يستلزم الكفر بالله العظيم فالله سبحانه وتعالى أزلاً يعلم بجميع أفعال العباد لكن هل علمه أزلاً بجميع أفعال العباد هذا سبب لإجبارهم علمه يسلبهم الإختيار كلا العلم الأزلي العلم السابق لا يسلب الناس اختيارهم لأن العلم لا يكون سبباً لهذه الأفعال ولا يكون جبراً لهم لهذه الأفعال مثلاً أنت تعلم أنه غداً ستطلع الشمس علم قطعي هل علمك سبب لطلوعها كلا مع أنه أنت تعلم بأن الشمس تطلع لكن علمك ليس سبباً لطلوعها مثال آخر المعلم الخبير في بداية السنة الدراسية هذا يعلم بأن هذا التلميذ الذكي الشاطر سينجح وذلك التلميذ الكسول سيفشل وسيرصب في الامتحان إذا المعلم هو خبير وعند خبرة يعلم بذلك من أول السنة هل علمه سبب لنجاح الطالب الذكي كلا هل علمه سبب لفشل ورسوب الطالب الكسول كلا لماذا الطالب الذكي نجح باختياره بحسن اختياره لأنه أصغى إلى المدرس والتفت إلى المادة الدرسية وحذر وطالع وحفظ فلذلك كانت نتيجته في نهاية السنة النجاح وذلك لم يصغ إلى المدرس لم يطالع لم يحذر والنتيجة رسوب وفشل في نهاية السنة زين فإذا علم الله الأزلي الله يعلم بجميع من هم أهل الجنة وجميع من هم أهل النار من هم أهل النار من هم أهل الجنة يعلم ذلك من الأزل فإرساله الرسل وإنزاله الكتب هل هو مثلا واحد يتصور أنه لاغو زين هذا الإنسان راح يكون من أهل الجنة قطعا وذلك الإنسان راح يكون من أهل النار قطعا فشنو فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب الجواب من مثال المعلم يتضح المعلم في بداية السنة يعلم بأن هذا الطالب الذكي سينجح وذلك الطالب الكسول سيفشل لكن هل تدريس المعلم لاغو؟ كلا لماذا؟ لأن المعلم يعلم بأن نجاح الطالب الذكي الشاطر إنما هو لأن المعلم يدرس المادة فهو يصغي إلى المادة يتلقاها بعديا بجهد يتعب ويروح ينجح ولولا أن المعلم يدرس هذا الطالب ما كان ينجح هذا الطالب فهو يعلم بأن هذا الطالب سينجح إن درسه ويعلم بأنه ستتم الحج على ذلك الطالب الكسول وعلى أبوه وعلى أمه وعلى أقرباءه ما راحوا يتهمون الدولة أو المدرسة بأنها هي سبب فشل ابنهم لأنها لم توفر له الدراسة يقال لا وفرت الدراسة ولذلك الطالب نجح بس هذا هو كسول هو فشل الحج تتم عليه الله أزلا يعلم بأنه سيرسل الرسل وينزل الكتب وأن المؤمنين بسبب إرسال الرسل وإنزال الكتب سيؤمنون وسيفوزون وسينجحون في الامتحان الدنيوي والكفار سيفشلون وسيسقطون بسوء اختيارهم فهو يعلم بأنه سيرسل الرسل وينزل الكتب ويعلم بأن المؤمنين سينجحون بحسن اختيارهم وكذلك بالنسبة إلى الكفار يعلم بأنه سيرسل الرسل وينزل الكتب وهؤلاء الكفار بسوء اختيارهم سيفشلون فإذن لم يكن إرساله الرسل وإنزاله الكتب لغوا لأن نجاح المؤمنين متوقف على ذلك كما أن المدرس لم يكن تدريسه لغوا مع علمه بأنه هذا الطالب سينجح لكن يعلم بأنه سينجح لأنه دا يدرسه فإذن علم الله الأزلي ليس سببا لأفعال العباد كما أن علم الله الأزلي بنجاح المؤمنين وخسارة الكفار هذا لا يجعل إرسال الرسل وإنزال الكتب لغوا وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم لكن الأمر إنما يصح إذا كان العبد قادرا نهاهم النهي إنما يصح إذا كان العبد قادرا هذا الطالب الكسول هو قادر المعلم يقول له أدرس هو ما يدرس لكن إذا هذا الطالب لم يكن قادرا ما إليه قدرة أصلا تدريسه خطأ يعني أفرض فالطفل مجنون لا عقل له زيان هذا المجنون الذي لا عقل له يجيبه للمدرسة والمدرس يدرس نقول إن إحضاره للمدرسة وتدريس المدرس له لغوا لماذا؟ لأنه لا يتمكن من تنفيذ ما يقوله المدرس لا يتمكن من استيعاب لأنه مجنون مثلا إذا الناس مجبورين في أفعالهم إذا كانوا مجبورين في أفعالهم فإرسال الرسل رح يكون لغو إنزال الكتب رح يكون لغو الأمر النهر رح يكون لغو لأنه مجبور المجبور أمره لغو لأنه لا يؤمر الإنسان إلا هو قادر على أن يفعل ذلك والقدرة تتعلق بالطرفين يعني يقدر بالفعل ويقدر بالترك على الترك فيؤمر أو ينهى أما إذا واحد لا يتمكن من الفعل أو لا يتمكن من الترك فهذا غير قادر لأن القدرة تتعلق بالطرفين الفعل أو الترك فإذا صار طرف واحد فقط هذا يصير اضطرار ويصير امتناع يعني مثلا واحد ده يسقط من شاهق زين يصح أن نقول لا تسقط لا هذا الكلام بلغو لماذا؟ لأنه هو لا يتمكن من منع نفسه من السقوط إذا يتمكن من منع نفسه من السقوط ويتمكن من إسقاط نفسه هنا تقدر تأمر لا تنهى يعني مثلا رايح على سطح العمارة ويريد أن يلقي بنفسه فأنت قبل ما يلقي بنفسه تقول لا لا تلقي بنفسك لماذا؟ لأنه يتمكن من أن يلقي أو أن يترك يتمكن من الفعل أو يتمكن من الترك لكن إذا ألقى بعد الإلقاء أمره ونهيه لغو ولذلك العبارة الأصولية معروفة في علم أصول الفقه الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا بس ينافيه خطابا يعني بعد لما هذا يسقط لا يصح أن تقول له لا تسقط لأنه ما عنده قدرة وإنما هو الضرار إلى السقوط أو واحد مثلا الآن نحن هل نتمكن من الذهاب إلى الشمس مثلا واحد منه عندنا يسافر إلى الشمس هذا ممتنع لا جهاز لذلك موجود ولا قابلية لجسم الإنسان لذلك زين فالواحد ننهى نقول له لا تذهب إلى الشمس هذا الكلام لغو لماذا لأنه لا يتمكن من الذهاب إلى الشمس ممتنع فالنهي لا معنى له زين الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يفعل اللغو لأن الحكمة من الإحكام ويلازم ذلك وضع الشيء في موضعه فأمر المجبور ونهيه المجبور بمعنى الملجأ الذي لا اختيار له غير القادر عقلا يعني قدرة عقلية ما عنده هذا الأمر يكون لغو والله سبحانه وتعالى منزه عن اللغو عن اللغو فإذن الله عندما يأمر عندما ينهى العبد قادر بحسن اختياره يمكن يختار الإيمان بسوء اختياره يمكن أن يختار الكفر يختار الإطاعة بحسن اختياره أو يختار العصيان بسوء اختياره وهذا لا ينافي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي لأن العلم الأزلي ليس سببا لاختيار هذا العبد زين فهل هناك تفويض كلا الإمام في هذا الحديث يبين أيضا لا تفويض لأن التفويض معنى ذلك عزل الله عن ملكه هذا الكون بأسرة ملك لله سبحانه وتعالى وهو المهيمن عليه تقول الله سبحانه وتعالى لا صنع له في فعل العبد كلا وإنما الله سبحانه وتعالى له صنع في فعل العبد لكن بما لا يسبب جبرا للعبد يعني الله هو الذي أعطاه القدرة والله هو الذي أعطاه الاختيار فإذا اختار الخير أو إذا اختار الشر صحيح ومختار لكن هذا الاختيار من وين أجه هذه القدرة هذه الملكة لأن الله أعطاه فإذن ليس هناك تفويض ولا هناك جابر ولا ينافي ذلك العلم الأزلي إن الله خلق ليس امتحانه لكي يعلم وإنما امتحانه لأجل أنه المؤمن باختياره يسمو والكافر بسوء اختياره يسقط وأمرهم ونهاهم الله سبحانه وتعالى هو من الأزل يعلم ولكن مع ذلك أمره ونها هل أمره ونهيه لغو كلا لأنه لا جبرة فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه يعني عنده قدرة الله أمرك بالصلاة أنت تتمكن من ترك الصلاة الله أمرك بالصيام تتمكن من ترك الصيام أمرك بالحج إذا كنت مستطيعا وأنت متمكن من ترك الحج بالدليل أن العصات يتركون الفرائض وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن شيء نهى عن الكذب نهى عن الغيبة نهى عن شرب الخامر نهى ونهى ونهى وكل هذه المنهيات الإنسان يتمكن من تركها ويتمكن من فعلها فإذن ليس هو مجبور ليس هو مجبورا لكي يستلزم الجابر وإذا استلزم الجابر يستلزم أن يكون العقاب ظلما بعد ذلك الإمام يبين أنه لا تفويض ولا يكون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله الذي يطيع أو الذي يعصي الطاء المطيع والعاصي سواء كان إطاعة بالفعل كالصلاة أو الإطاعة بالترك كالصوم حيث يترك الأكل والشرب وما إلى ذلك أو عصى سواء كان عصيانه بالفعل كمن يشرب الخمر أو كان عصيانه بالترك كأن مثلا يترك الحاج هل هذا تفويض مطلق يعني لا صنع لله في ذلك؟ كلا ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله إن تفويض مطلق هما موجود أنت مختار لكن في فعلك الاختياري يوجد مشيئة لله وقضاء وقدر وإرادة لكن ليس قضاء وقدر حتما ولا إرادة ومشيئة حتما بحيث تسلبك الاختيار هذا بالنسبة إلى الحديث الخامس وأما الحديث السادس المشركون قبل الإسلام هؤلاء كانوا مجبرة أو يقولون كلاما يشبه كلام المجبرة ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون مثلا سيقولوا الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إحنا مجبورين على الشرك هكذا كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا إذا الله كان يجبرنا على ترك الشرك ما كنا نشرك ولكن نحن مجبورون على الشرك فلذلك نشرك هكذا كانوا يزعمون الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول ولو شاء الله ما أشركوا الله ينفي الجبر يقول إذا الله كان يريد أن يجبرهم يتمكن من أن يجبر لأن الكون ملك لله وهو المهيمن وهو القادر وقدرته لا حد لها هل يتمكن من أن يجبر الناس على الإيمان؟ نعم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فالله سبحانه وتعالى يقول نحن نتمكن من أن نجبر الناس نلجأهم على الإيمان لكن لم نفعل ذلك لأنه لا حكمة في الإجبار أما المشركون ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن مجبورون فالله ينفي الجبر وهؤلاء يثبتون الجبر والله سبحانه وتعالى ينفي الجبر ويثبت قدرته على الجبر يعني يتمكن من أن يجبر لكنه لا يجبر لأنه لا حكمة ولا مصلحة في ذلك يعني مثلا من باب المثل الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم أو لا قادر لا لا نعم قادر لأن قدرته لا حد لها لكن يظلم لا لماذا لا يظلم؟ لأنه حكيم وإن ربك ليس بظلام للعبيد فالله لا يظلم ليس لعجزه عن الظلم هذا من قصة الله لا يظلم مع قدرته على الظلم لأن الظلم قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح يعني أفرض من باب المثل إذا إنسان مقيد بالسلاسل هذا الإنسان المقيد بالسلاسل لا يتمكن من فعل المحرمات مزين؟ هذا حينما لا يرتكب المحرمات هذا ليست فضيلة له لا يتمكن فلا يفعل الفضيلة إنما هو في الإنسان الذي يتمكن من فعل القبائح ولا يفعلها لماذا لا يفعلها؟ لأنه إنسان رزين وزين متدين الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز عن الظلم لكنه لا يظلم لماذا؟ لأن الظلم منقصة والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص الظلم يكشف عن ضعف والله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف الظلم يكشف عن الجهل والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل الظلم يكشف عن الخبث والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فهذا الحديث يقول من زعم الرسول صلى الله عليه وآله يقول من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله في سورة الأعراء في الآية 28 الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني إذا هؤلاء كانوا يفعلون معصية متجاوزة للحد بعض الأحيان شيء قبيح بعض الأحيان جدا قبيح هؤلاء كانوا يفعلون الفواحش المعاصي القبيحة جدا مثلا كانوا ينكحون زوجات آبائهم وإذا فعلوا فواحشة قالوا وجدنا آبائنا عليها آبائنا كانوا يفعلون هذه الفواحش والله أمرنا بها يفترون على الله الله سبحانه وتعالى يردهم ويقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء ذكر الفحشاء بعد السوء من باب ذكر الخاص بعد العام فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله إذا واحد يزعم هكذا يقول إن الخير الذي يقع في الكون أو الشر الذي يقع في الكون هذه لا مشيئة الله فيه كما يقوله المفوضة يعني عزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه هذا الكون ملك لله الله سبحانه وتعالى لا مشيئة له فيما يقع في ملكه هذا يشبه كلام اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه بأي معنى بمشيئة الله يعني الجابر كلا وإنما بمعنى أن الله شاء أن يكون الإنسان مختارا شاء أن لا تكون هناك موانع تكوينية في كثير من الأحيان حينما يريد العبد الإطاعة أو العصيان هذا غالب الناس إذا يريد يطيع يتمكن إذا يريد يعصي يتمكن نعم بعض الأحيان لا يتمكن توجد موانع لكن غالب الأحيان لا توجد موانع لماذا لا توجد موانع؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة للإنسان ولم يجعل هناك موانع فلذلك يتمكن الإنسان من فعل الخير ويتمكن من فعل الشر إذا نمثل المثال فرعون اختار الكفر ومؤمن آل الفرعون اختار الإيمان هل الله أجبر هذا على الكفر وأجبر ذلك على الإيمان؟ كلا هل شاء الله إيمان هذا وكفر ذاك؟ نعم لكن ليست مشيئة جبر هذه المشيئة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الاختيار بأن يختار الكفر أو الإيمان فإذا اختار الكفر لأن الله شاء وإذا اختار الإيمان لأن الله شاء لكن شاء أي شيء هل شاء كفره بالخصوص؟ لا وإنما شاء أن يكون مختارا فإذا هذا اختار الكفر لأن الله شاء اختياره وإذا هذا اختار الإيمان لأن الله شاء اختياره وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله رب العالمين يعني هذا الكون كله ملكه وهو المهيمن على هذا الكون كله فماكو شيء يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن تكونوا مختارين وشاء أن يعين المعاصي ويعين الطاعات عبر إرسال الرسل وإنزال الكتب فأنت باختيارك تختار الإيمان وذاك باختياره يختار الكفر هذا باختياره يختار الطاعة ذاك باختياره يختار العصيان لماذا هؤلاء شاؤوا؟ لأن الله شاء اختيارهم يعني أن تكون فيهم هذه الملكة وأن لا يكون هناك مانع من اختياره أي الطرفين وهديناه النجدين هديناه النجدين يعني الله شاء أن يعرفك سبيل الخير وأن تعرف سبيل الشر حتى تتحذر منه لكن إذا واحد اختار سبيل الشر لأن الله شاء أن يتمكن هذا الإنسان من اختيار سبيل الشر فإذن كانت بمشيئة من الله ليس هناك توفيض مطلق لكن هذه المشيئة ليست مشيئة جابر هذا المعنى الدقيق الذي يجب أن يلتفت إليه الإنسان الله شاء أفعال العباد لكن ليست مشيئة تؤدي إلى الجابر اللي هذا هو معنى الأمر بين الأمرين وهذه الأحاديث توضح هذه المسألة ومن زعم أن الخير والشر يعني الطاعة والمعصية لأنه ذكرنا فيما مضى أن كلمة الخير والشر لها مصاديق متعددة المصداقة الذي يراد في هذا الحديث والأمثال هذا الحديث يعني الطاعة والمعصية ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه معنى ذلك أنه يقع في هذا الكون شيء خارج مشيئة الله فخارج من سلطان الله سبحانه وتعالى كلا الله يقول وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ يعني الله الذي أعطاكم المشيئة لاختيار الإيمان أو اختيار الكفر وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ الْمَعَاصِي بِغَيْرِ قُوَّةٍ مِنْ اللَّهِ يعني واحد يجي يقول هذا الإنسان الذي يظلم ويقتل كذا هذه القدرة اللي عنده لفعل هذه المعاصي ليست من الله سبحانه وتعالى هذا كذب على الله سبحانه وتعالى وخالف القرآن يعني الإنسان القدرة اللي عنده هذه القدرة من الله يعني الله أعطاك القدرة أنا ألان أحرك إيدي هذه الحركة هل القدرة أنا أعطيتها لنفسي كلا وإنما هذه القدرة أعطاني الله إياها ولذا في الآية الشريفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماكو واحد يقدر إلا لأن الله أراد أن يقدر فإذن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القوة وخيره ولكن لماذا أعطاه القدرة هل أعطاه القدرة بغرض أن يعصي كلا الله أعطاه القدرة بغرض أن يطيع فهو بالسوء اختياره يعصي الآية الشريفة تقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الله أعطى الإنسان القدرة وهداه النجدين أعطاه عقل وأرسل أنبياء ولم يرد إكراهه وإلجاءه على فعل الحسنات قال أنت مختار لكن أرسل أوامر أنزل أوامر ونواهي حسب هذه الأوامر والنواهي اعمل الله أعطاك القدرة حتى تستفيد منها في الصحيح لكن تتمكن بهذه القدرة أن تستفيد منها في غير الصحيح فإذا استفدت منها في غير الصحيح أنت مو خارج عن سلطان الله لأن هذه القوة هي من الله إذا الله مأخر إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه وهو الذي أمهل لكن الله أمهل ولا يهمل يمهل ولا يهمل الله سبحانه وتعالى ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار طبيعي الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى وخاصة في مسائل الاعتقاديات الإفتراع على الله من الكبائر والكبائر الإنسان إن لم يتوب عنها يستحق أن دخول النار بسبب تلك الكبائر فإذا هذه المعصية الكبيرة كانت في مسائل أصول الدين يعني يفتري على الله سبحانه وتعالى في مسائل عقائدية وإذا سبب إضلال الناس فهذا يسبب تضاعف العذاب على الإنسان نستجير بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن يقينا وإياكم من كل الشرور إنه حميد مجيد هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة